نبدأ بالأستاذ حسام زايد عشان لقيت وانا ماشي كده عنوان بيسموه عنوان ايه؟ عنوان ايه بقى؟ عنوان صادمة عنوان صادمة نائب رئيس الاتحاد الكرة يهدد بالاستقالة صحيح صحيح طبعا بالزبط طبعا الأستاذ خالد درندلي هو نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة القدم احنا متابعين طبعا كلنا للفترة الاخيرة موضوع ملف قيد لعبي نادي زمالك التلاتة وكان مجلس الادارة خد قرار بانو النادي اللي مش هيسدد مديونيات ومش هيتم قيد لعبيه وطبعا تابعنا كلنا ايه اللي حصل بعد كده وتطورات الموقف في الاجتماع اللي فات الأستاذ خالد درندلي على الترابيزة قال مجلس الادارة اذا غيرنا قرارنا اللي خدناه في المجلس انا هقدم استقالتي طبعا المجلس كله كان فيه طبعا حالة جدل بعد الجواب اللي جاي من الفيفا ترى ايه اللي هيكون اللي هيحصل فعلشان كده هو خد الاتجاه ده وقال انه لو المجلس غير القرار اللي اعتمد في محضر رسمي انا هقدم استقالتي والمجلس كان عايز يغير القرار؟ كان فيه مناقشات يعني الموقف ايه دلوقتي بعد الخطاب اللي جاي من الفيفا لكن برضه احنا هنقول عندنا دلوقتي فيه موقف المجلس موقف الاتحاد اه موقف الاتحاد نفسه كمجلس ادارة فيه تصميم تام على تنفيذ القرار اللي خاده مجلس الادارة بعدم القيد لسبب مش بسبب الماديونية دلوقتي لانه الموضوع تغير دلوقتي بقى انه الزمالك ما سددش في الفترة القانونية ما سددش رسوم القيد نفسها مش الماديونية ده موضوع تاني دلوقتي غير الماديونية فعلشان كده مجلس الادارة شايف ان الفيفا بالخطاب بتاعه وقال له لو انت شوف اجراءاتك راجع اجراءاتك واخد القرار ده شأن داخلي فالمجلس بيقول انه الشأن الداخلي بالنسبة له دلوقتي الاجراءات غير مكتملة لانه الزمالك لم يسدد رسوم القيد نفسها في الفترة القانونية برضه المعلومات اللي عندنا انه الموضوع قد يصل من الطرفين الاهلي والزمالك للفيفا الاتحاد الكورة لو الاتحاد الكورة والزمالك والاهلي ليه الاهلي الاهلي شايف انه لو اتحاد الكورة غير موقفه وغير قراره وسجل لعب نادة الزمالك ده بالنسبة له هيكون يعني بيخل بمبدأ تطبيق اللوائح والعدالة في المسابقة وانه هو هيلجأ للفيفا هيقدم شكوه في الموضوع ده الزمالك لو اللعبة ما تسجلتش مش هيروح للفيفا لأ محكمة الرياضية الدولية لانه الموضوع خلاص دلوقتي من الفيفا رد على حوالي مش قد بعنوان في هذا الاطار بس لازم اسألك اللي عندك في هذا الاطار مع هيروح